وقلت بقى خلينا استغله بما انه رخيصه متوفر ومال الاسواع وعلى فكرة وانا باكله كنت عمال اقول احنا ليه طول عمرنا بنكله غلط بنكله كده او حطينه في حتة واحدة ولازم نكله بيها فالنهاردة الوصفة هتكون مش تقليدية انا شخصيا مستعدية افطر واتغدى به على الاقل اخس بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا إلا هيجربها على طول هيوعد يعملها يعني لانها لازيزة وسهلة ومش باعة البطل بتاع حلقة النهاردة هو الارنبيت الارنبيت او الزهرة لو ليه اسماء تانية عندكم انا دلوقتي هو مبينة قدامكم الشكل بتاعه الخضار يعني علشان اي حد عنده اسمي تاني غير الارنبيت او الزهرة تكتبولي تحت في التعليقات ونستفيد من بعض اول حاجة لما اجيب كده الارنبيت وابتتي بس ايه انا لسه مش عارف اخسله يعني فقلت قطعه الاول عشان برضو وهو كده على بعضه ما بيتقطعش صراحة قصدي ما بيتغسلش كويس فهجيب بقى مية وحط خل وخليني ينقاه شوية في المية والخل يعني حوالي نص ساعة كده قبل ما ابدأ وحطه بقى تحت المية واشطف فيه لحد ما ايه بقى كده خلاص حسيت ان هو بقى زي الفل حطيته في مصفة ينزل لو فيه اي سويل ويلا نشوف هنعمل ايه هنجيب الخلاط وصفة النهاردة مش هعمل اي مجهود انا اصلا تعبانة النهاردة انا مش طبيعية يعني فعايز اعمل حاجة سريعة فجبت الخلاط وحط فيه كل حاجة من غير اي مجهود يعني وصفة النهاردة وصفة الكسلانين صراحة او اللي عايزين يخلصوا وينجزوا ويطلعوا حاجة سريعة جدا عندي كمان مع الارنبيت مش اخلطه بقى الواحده في خلاطك خلينا نحط كل حاجة المكونات قدامكم ثلاث بيضات معلقتين كبار من السمسم المحمص اللي هديت طعم حلو جدا وعندي كمان زيت زيتون برضو معلقتين كبار من زيت الزيتون وبس كده هي دي المكونات اللي انا هحطها في الخلاط بعد كده هيتبقى شوية توابل مش اكتر من كده خلينا نحط شوية من السمسم او نحطهم كلهم يعني خلونا ايه نخلط كله اه وبعدين نزوف الارنبيت كده واحدة واحدة بعد كده حطيت كمان معلقتين من زيت الزيتون والبيض كده تعالوا نحطه واحدة واحدة على اخر بيضة بس خلينا حط اه خل هيحط حوالي معلقة كبيرة من الخل عشان برضو اه يبقى الطعم رائع زي ما هنشوف ان شاء الله بقية الارنبيت مش هننساه خلينا بقى نروح نخلط الخليط ده الاول في الخلاط بس يقل شوية ويختلط شوية وبعدين نفتح عليه الغطى ونحط عليه بقية الارنبيت يعني بالتدريج كده المهمة قوي بقى في الوصفة دي ان احنا نخلط كويس يعني الخلاط هو اللي بيعمل كل حاجة صراحة هو اللي بيتعمل الخلاط في الوصفة دي يعني احنا ما بنعملش اي مجهود خالص عايز اقول على حاجة معلومة سريعة كده بما اني بحب دايما نقدردش معاكو الناس اللي سألتني يا سلوى بتعملي وصفات زي كده ايه اسهل طريقة اللي احنا ننضب فيها الخلاط ومن غير ما نعمل مجهود احنا هناخد الوصفة بعد ما نعمل الخلاط ونحط بعكية شوية كده من السابون السائل اللي حب نغسل به الاطباق ومية ونخلط كده خلطة طيب كده هيكون خلاط بقى زي الكل فدي طريقة يعني عشان التنظيف يعني ما فيش داعي ان احنا نحط الخلاط اه في غسلة الاطباق ولا نقعد ندعك فيه ولا لأ هي اه موضوع هيكون اه سريع جدا المهم احنا دلوقتي خلطنا كل المكونات واضفنا الارنابيت بالتدريج كده لحد ما كل حاجة تجنسك وده كان القوام شايفين كده؟ طيب انا عشان اسهل على نفسي قلتلكو هعمل ايه؟ هنحط شوية بهرات الاول خلينا نحط ملح وفلفل حوالي معلقة صغيرة وبعدين نحط طبعا آآ بصل بودر او طوم بودر على حسب ما احنا عايزين النكهات بقى بتاعتنا بس مهم اللي احنا نحط الكمون علشان الكمون بيلبق او بيبقى حلو مع الارنابيت حطيت كمان معلقة صغيرة من البيكن بودر وحطيت زعتر او بردقوش كل معلقة صغيرة وهي دي كانت كل المكونات برضو هكتب لكم المكونات باخر الفيديو زي ما احنا متعودين طيب وانا بكده خلصت عشان زي ما بقول لكم عايزين سهل النهاردة الوصفة جدا هعمل ايه؟ هجيب كيس تلاكة اي كيس كيس حلواني كيس تلاكة وخليني ااخد بس نص الخليط هنشوف هنعمل ايه بالنص الثاني بالعين يعني مش هنوزنه نص الخليط تقريبا بيطلع لي ستة على الخليط الثاني خليني احط شوية من البابريكا وحبة البركا نوع من النكهة واللون المختلف يعني هتعمل طعم حل يعني هتعمل طعم مختلف وجميل تعالوا نحطوهم بقى كمان يبقى احنا كده عملنا الوصفة كلها وحطناها في كسين فخلينا نحضر اللبين نحط فيهم الوصفة عندي هنا اولب الدونت اولب سيليكون او اولب عادية بحط في القعر تحت شوية من الجبنة المودزرلة اللي هتخلي الوصفة متماسكة وتبقى حلوة جدا عارفين كده شخصية يعني هتعمل الوصفة شخصية الجبنة دي لما تخش الفرن هتبتدي تسيح وبعد ما تسيح هتبتدي تجمد على الوصفة فبالتالي هتطلع لي دونت شكله دونت يعني شكلها متماسكة لو ما عندناش قالب دونت نقدر نستعمل اولب القب كيك بس طبعا لازم نحط ورق ولازم نتأكد ان هي مدهونة ومش هتلزق معنا طيب الكيس التاني اللي احنا كنا حطين عليه بابريكا خلينا نحطه في القلب الاحمر كده عشان برضو نفتكر ونشوف الفرق انا على الجبنة المودرلة اللي هي القلب الاحمر ده خطيت برضو شوية بابريكا يعني عاجبنا نفسها لما تسيح بقى ما تلاقي معها البابريكا فبتتدي تحمر شوية كده وزعت كل الكمية تعالوا نروح نشغل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين بتوقع في الفرن حوالي خمسة وعشرين دقيقة بعد كده نطفل الفرن من تحت نفتحها للشوية تاخد لون خفيف مجموعة ما قعدت في الفرن تمانية وعشرين دقيقة بعد تمانية وعشرين دقيقة خطف الفرن خطف الشوية واسيبها جوه اسيبها جوه يا ريت اسيبها جوه تبرد انا طلعتها صراحة يا لسي سخنة بس احب بوريكو الشكل عامل ازاي مهم جدا جدا ان احنا الاوالب لا نستعملها تكون اوالب يعني نوعيتها كويسة وعشان ما تضيعش الوصفة لان الوصفة تلزق طيب ممكن كمانك فكرا نعملها في قلب بايركس مثلا كبير وندهنه كويس وخلص ونقطعها مش لازم لو ما عندناش قلب دونات او كبكيك طيب ده كان الاولان اللي هو كان سادة وده التاني اللي احنا حطينا عليه البابريكا والايه وحبة البركة بصوا طبعا لسي سخن كل ما بيبرد كل ما الجبنة تتماسك على الخليط اللي تحت فبالتالي بتطلع يعني حاجة لها شكل طعمها رائع جدا اه مختلف ممكن الناس كتير لما تدقها ما تعرفش ان فيها ارنبيت طعم الارنبيت مش واضح بنفس الدربة اللي احنا متعودين احنا متعودين ان كل ارنبيت غلط على فكرة يعني اه كنا متعودين عليه ان هو زمان يعني واحنا صغيرين لازم يكون مقلي ولازم يكون بشكل معين كده وليه خلطة يعني خلاص يعني مفروض ان احنا منرجعش تاني نقلي ونعمل اللي احنا منعمله ده لانه كنا خلط يعني ما كانش سلوك صحة ابدا اللي احنا نجيب الارنبيت ونقض اقطع فيه ونحطه في دقيق وبيده نقلي كتير يعني جسمي لكن كده اخفي بكتير وصفة النهاردة كمان ما فيهش نشويات نشوياتها بسيطة جدا فمناسبة للكيتو دايت واللوكارب وعموما اي حد بيحافظ على صحته الواحدة فيها حوالي معلقة واحدة كبيرة من الجبنة المزرلة اللي احنا حطناها من تحت لو ده كمية دهون مش كتير الواحدة اه فيها يعني متخلي اتناشر وقطعة انا عملاهم بثلت بيضات يعني فيها كل واحدة ربع بيضة بس عشان الناس اللي بتقول اه الواحدة هتكون كتير الواحدة او اتنين كواقبة مناسبة جدا او تلاتة كمان كواقبة فطار وقبة غدا وقبة عشا يعني رائعة جدا ونهي تحط في التلاجة تبقى عندنا نسخنها وقت ما نكون عايزين ناكلها او حتى نحتفظ بيها في الفريزر كده ممكن الاول نجمدهم واحدة يعني نحطهم في صنية ويجمدوا وبعدين نلمهم في اي كيس وبعد كده لو احنا عايزين ناكل نضلع واحدة كده تكون كل واحدة تجمدت لوحدها بس بقى اولا اروع من كده انا مش قادرة اتكلم اكتر من كده اتكلمت كتير جدا ناقص بقى ايه ناقص انتو تتكلموا تتكلموا معي تحت في التعليقات عايزة احس فعلا ان انتو قاعدين معي عايزة يعني مش هزا منكم ان شاء الله هرد على كل تعلاقاتكم تعلاقاتكم بتبسطني جدا جدا ودي كان شكلها من جوة ودي كانت وصفة النهاردة اتمنى ان شاء الله ان هي كون عجباتكم كونوا بتجربوا مش بتتفرجوا بس اكتبوا لي بقى بتتجربوا ولا بتتفرجوا يعني كلمة بمنتهى الصراحة ايه ناس كتير بقول لي يا سالو عاديين نتفرج ونقوع ونقول خلاص احنا هنعمل للفيديو ده وقت ما اه ما نبقى عايزين نعمل دا لا ما تشتكلم دا اقوم واجربوا بقى لانها سهلة الخلاط وزريفة جدا وتغيير وصحية وجميلة واشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة